السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كيزين فاميلي اليوم ان شاء الله قد نشترك معكم الطاجين المفضل عند العائلة ديالي اللي هو الطاجين مدربل بدنجان تمنى ان شاء الله يعجبكم وكذلك قد نشارك معكم وصفات ديال كيكا بدون خميرة كيماوية تمنى ان شاء الله تعجبكم وكان عتظر بزاف على هدى التأخير ديالي انا توحشتكم بزاف شكرا بزاف على الرسائل اللي بعتوا لي اياه ولا دايما كتسولوا في الله جازيكم الف خير وتفضلوا معي باش نشوفو تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله هنا اخديت الطاجين اللي وضعت فيه زيت السيتون على كلين انا دائما كنت طيب غيب زيت السيتون هنا اضفت ثلاثة ديال حبات ديال البصلة هاد البصلة هادي باش نجيني الضغميرة شوية كتيرة باش طاجين كيجي لديد بزاف وهنا غدا نضيف القصبور باش انشرم الفخيدات ديال البجاج شوية ديال تومة Silence Thanh Estab Turkey على حسب الكمية ديال البجاج اللي غدا تستحمله انا غنستعمل اربعة ديالبخير ديالبجاج اللي زولت اه جلده هادي لهم والتوابل اللي غدا نضيف هاديه هاديه هنا شوية ديال الفلفل اسود لهو البزارد غي شوية ماشي بزاف هادي زنجبيل غدا نضيف مع القاعامرة الكامون نضيف معلقة تحميره وكركم على ودى اللون وملح وشوية الحار بالنسبة الكامون اللي ضفت انا غي انا اللي نضيفه هي الوصفة الاصلية ما فيهاش الكامون هنا من بعد ما شرمت الفخيضات ديل الجاج ديالي سافي ضفت عليهم الشرمولة اللي بقعت من بعد غن ضيف هنا ثلاثة ديل حبات ديل طماطم طحونة وشوية ديل الحامض المصير سافي غدا نخليه هنا يطيب ومن بعد هنيا كيف ما كتشوفوا معي غن دهن البدنجان وغدا ندخلوه يطيب في الفران وهنا من بعد ما كيطيب طاجين كنخليها كده عريان واحد شوية باش كي تحمر لي مزيان هذك الدجاج غي اه غيب اللي كان عريو عليها كده كي ياخد اللون وهنا جبت اه بطاطة حلوة اه اللي قطعتها اه عني على شكل فريد غنت هنا بشوية ديل زيت زيتون وغن رشها بشوية ديل الملح كنكون سخنت من قبل الفرن اه الدرجة ديل الحرارة ديله كتكون ميتين وثلاثين ولا ميتين واربعين مهمة لحسب الفرن ديالكم وهنا غدر ناخد مقلات لانه صافي وجد لي اه دنجال يعني طيبته في الفرن هي الوصفة اه عادة كي قليو الدنجال في الزيت وكي قدموه يعني اما كي دربلوه كيف ما غنذير ليه انا دابا ولا كي قدموه هكذاك يعني اما كنلفوه نعمروه بشي حاجة ولا نحطوه هكذاك المهم انا كي جيني صحي اكتر بهالطريقة هادي كنخليه طيب غيشي شوية في الفران يعني غيته كي يدبل ودائما الفرن كيكون درجة ديل الحرارة ديله عالية باش مكيلواش لنا الدنجال هنا اضفت في المقلات شوية ديل التوما زيت الزيتون وصافي كنبقانان معك هاد هاد الدنجال هادا تكن حتى كي يولي يعني بحشك العجينة احنا كيعجبنا بهالطريقة هادي ومن بعد انتو ما تقدروا تقدموه الطريقة اللي بغيته يعني ممكن كيف ما قلت ليكم تعمروه بماطشا معسلة ولا تعمروه باللوز ولا تحضروه كيف ما كي حضروه بالحمص أنا ما كيعجبوش ولادي ما كيعجبوهمش بالحمص يعني هاكدا كيعجبوهم غير باللوز ولا شي مارات ما كنحقدموش باللوز غيب بنجال هاكدا هنا غدا نضيفه شوية شوية يعني قبيسة من تحميره وقبيسة من من الكامون آآ صافي والملح راني رشيت صديجة يعني قبل ما ندخلو الفرن راني رشيت لي ها الملح لما كنحاولش نزيد داب الملح كيف ما كتشوفو معايا كنقا نديه ونجيبوه في المقلة حتى كي يتعجن كتعجن ها بنجال هدا غنضيف لي شوية دي القصبر يعني ممكن ضيفوهم بجوج يعني القصبر للمعدنوس على حسب صافي هنا صافي تقريبا يعني المقلة ديالي وجدات يعني كيف ما كتشوفو معايا خاصو ينشف تماما الملمة كي يجي لديد لديد بزاف ولا بغيتو حتى انكم ما تضيفوش لي آآ توابين يعني تخليو هاكدا باش يشرب غير المرقة اللي غدا نضيفو فيها كيف ما كتشوفو معايا هو الطواجين ديالي يعني اخت اللون لبصافي غدا نقدمونا غيب هاكدا وهاد العجينة هادي يعني ممكن انكم آآ تقدمو على شكل كويرات وتدوروها في اللوز يعني كينين افكار كتيرة آآ انا كنت مقدمها غير العائلة ديالي يعني قدمتو غيب حالطريقة هادي كي يجي لديد يعني بسيط ما فيش الخدمة بزاف ما كي ياخد حتى الوقت بزاف يعني هالطاجين هذا آآ ساعة يعني ساعة بكل شي ليه كيوجد آآ يعني بالتقشار ديال دنجال وبالك نمنقي نجاج من قبل دغية دغية كيوجد ما كي اخدش بالسافت يلوقت كيف ما كتشوفو معايا من بعد ما غدا نحط حد دنجال هاكدا غدا نحاول نسقيه بدك المريقة يعني مهم هاد المرحلة كتبقى اختيارية انا رشيته بشوية ديالقصبر وكيف ما كتشوفو معايا باش كي اخد آآ شوية اللون وحتى اللده حتى انا ما كترش فيه التوابل ولكن ثمار بواتي تكترو يعني تحميرات كترو التوابل باش ياخد هاد دنجال اللون يعني ممكن راه مقليه في صراحة كيجي لديد يعني الوصفة الاصلية كان نقليه دنجال وكان طيبه الحمص آآ كيجي لديد بزاف ولكن مقليه غير صحي انا كنحاول ما امكان انا نتفادع بحالة الحضير بحالة كده وصفيها هو يعني الغذيوة ديالي وجدات اللي ما اخدتش بزاف تيل الوقت وبالنسبة لهاد شليده هادي كنتم حضرها من قبل يعني ساهلة غير الكنوة وجلبانة وخزو مع شوية ديال الكوركم والملحة والبزار صافي فقط صافي ها الطويجين ديالنا كيف الججاجة لديد بزاف من شاء الله تكون هاد الغذيوة هادي عجبتكم ومن بعد غدا ندوزول انا نحتكملت يعني احتى المرة الغذي عدوجة هاد آآ الكيكا بالنسبة الكيكا هنا غدا بالنسبة المقادير غنكتبهم ليكم آآ بالتفصيل ان شاء الله اسفل هاد الفيديو بنسبة الكيكا كنحاولو ندوبو الزبدة مليكا الدوب الزبدة ما كنعودوش نرجعوها في آآ يعني على النار كنضيفولي هنيا ميتين جرام ديال شوكولات ولكن انا غنخليليكم كيف كتليكم المقادير اسفل هاد الفيديو كنخليوا هاد الشوكولات والزبدة يبردو وهنا غدا ندوزو نطلعو آآ نخلطو البيض مع السكر الكيمية دي السكر كتبقى على حسب الضوك انا استعملت هنا السكر الاسمر وهنا انا غدا نطلع هاد الكيكا هادي غيب بيكاربونات السوديوم هنا اخذت معلقة هاد القياس ديال هاد كيكا هادي خاص كنستعمل معلقة عامرة كيف ما كتشوفو معايا وملي كنستعمل بيكاربونات ما كنستعملوش الملح لانا هي في هالما دق المالح ويا هاد البيكاربوناترا طبيعية بالنسبة الخاميرات الحلويات را فيها مكونات اخرى اللي غير صحية لذلك انا كنستعمل غير بيكاربونات من مدهج يعني مدهة طويلة صافي كيف ما كتشوفو معايا من بعد ما اطلع هاد البيض هاد الخالطة ديال البيض والسكر كنضيف الخالطة ديال الخل والبيكاربونات مني كن نضيفه الخل البيكاربونات كتفاعل اكتر والكيكا ديالنا كتطلع اكتر صافي هنا من بعد ما برد يعني ضروري ضروري ما يبرد لنا هذا كالخالطة ديال الزبدة مع الشوكولات كنضيفوه لهاد الخالط هذا يعني ممكن نخد دماغي بايد دينا لابغينا يعني مش هي ضروري نستعملوها في الروبو من بعد كنجيب بحيل صافي وكند نضيف بشوية بشوية اللي كيكون مغربل من قبل صافي هنا نحاولو ما امكن ان انا ما نخدموهاش بالروبو او لان ناخدو غي سباتيول ونخدموها غي بسباتيول لان لان الدقيق ما كي الكيكا ما كتب مغيش تخدم بزه صافي هنا غدا نحبسه هنا بعد ما تخلط كل شي كنكون سخنة الفرن درجة ديال حرارة ديالو كتكون مية وثمانين صافي وكندهن المول ديالي ولا كنضيف اه ورق الطهي وكنوضح اه الكيكا اه الطيب كتاخد قريبا اه عشرين دقيقة عشرين دقيقة كتوجد اني كتشوفوا على حسب الفرن ديالكم هاد الكيكا كتجي زوينة اه انحاول ان شاء الله نشارك معكم هاد الايام يعني اه اطباق كيف ما طلبتوا معي اطباق سهلة وتحضيرات سهلة وباش يكون تنوع في القناة ديالي يعني ماذيش يكون غير الطبخ اه تتقلوا لي رأيكم ان شاء الله تخلوا لي رأيكم في التعليق اه باش يكون فيها تنوع يعني اطباق يومية لكل نهار وكذلك القوتي اللي كنحضر للي داتي انا بحال هاد الكيكات هادو ما كنا اكلوا مش بزاف اه اني غالبا انا كنحضرهم غير الوليدات يعني وقت اللي بغاو كنحطها لهم في لما طبخ وقت اللي بغاو كي ياخدوا كي قطعوا طريف ياخدوا ولا اي حاجة مهم باش كتباش كي يوليوا اوطنوم وكنا نسهلوا علينا الامور وهاد الكيكة هاديرة كتصبر يعني كتبقى مدة طويلة يعني يقدر تبقى حتى شيء حتى وسبوعك تبقى مزيانة اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم اه الى حلقة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تدع ودائه اشتركوا في القناة